لك من عمان سيد أشرف العمايرة المدير التنفيذي لشركة O-Mines لتكنولوجيا المعلومات شكرا لك محمد هل من جديد لديك؟ أكد أقول بأريحية حمدان أن جميع المطارات حاليا حول العالم ربما تكون متأثرة بما يحدث حاليا. انضم الآن مطار زيوريخ, مطار بيلفست, مطار براغ. المطارات تعلانتباعا. ولكن يبدو أن نظام الطاران في العالم حاليا يمر بأزمة ضخمة. هناك مشكلة في أنظمة الحجز. مثلا مع شركة لوفت هانزا. هناك شركات طاران كما قلنا امتنعت تماما مثل American Airlines عن العمل بصورة تامة. أوقفت طائراتها بشكل كامل. وكما ذكرنا أن هناك مطارات مثل مطار جاتويك البركود سيستم أو نظام السكان أو المسح لا يعمل بشكل كامل. فنكد نقول إذا كنت لديك رحلة طاران اليوم فتوخى الحذر قبل أن تخرج من بيتك. وتوخى الحذر قبل أن تقوم برحلتك. هذا ما يجب أن يعلمه المشاهدون. ويجب أن يتوخوا. الشركات الطاران بشكل أساسي متأثرة. هناك أيضا مشكلة في الأنظمة الخاصة بأولمبياد باريس حاليا. التي تعد أولمبياد باريس. هناك مشكلة في أنظمتها. كما ذكرنا في السابق هناك مشكلة في أنظمة هيئة الصحة الوطنية هنا في بريطانيا. كما أعلنت أيضا بعض المستشفيات في ألمانيا. عدم عمل نظام الحجز فيها. هناك تأثر في الصفن التي تبحر في بحر البلطيق وأنظمتها في العمل. هناك اجتماعات طارئة تقوم بها. مجموعة من الحكومات. مثل حكومة ألبانيا. حكومة إسرائيل. العديد من الحكومات تقوم ببحث ما يحدث حاليا. نحن نمر بأزمة حقيقية تحدث حول العالم. بسبب تعطل نظام فالكون التابع لنظام شركة كراود سترايك الخاصة بأمني. تماما. البورصات هل تأثرت؟ أتابع هنا بورصة لندن. يبدو أنها تعمل بشكل جيد. ربما تعطلت في البداية. لا أدري. وأيضا قناة سكاي نيوز. الآن واضح أن الحل أدركته الشركات هو تحييد نظام فالكون. نظام كراود سترايك. إذا قمت بوقف هذا العمل. يدويا كما قال الأستاذ أشرف. إذا قمت بوقف هذا العمل. يعني الفنيون يقومون بالجلوس على الأجهزة الرئيسية وأجهزة المبيوتر. وتحييد نظام فالكون وكراود سترايك. ثم محاولة وضع ربما برنامج آخر للتأمين. ربما تعمل أنظمة. ولكن هناك خطورة. حتى الآن ليس لدينا دليل قاطع بوجود هجوم إلكتروني على هذا النظام أم لا. هناك تعطل إلكتروني. هل يوجد هجوم أم لا. لا نعرف ذلك حتى الآن. لكن واضح أن أي شركة تريد أن تعمل يجب عليها أن توقف عمل نظام فالكون أو أنظمة الأمن الخاصة بشركة كراود سترايك. وتبدأ في استبدالها بأنظمة أخرى. هل هذا الإجراء سيعطي هذه الشركات أو هذه الأنظمة سستينابيلتي أو استمرارية في العمل أم لا. هذه الأزمة تتفاعل. ونحن نتحدث حاليا. حمدان هي أزمة عالمية كبرى. لم يشهد العالم لها مثلا من قبل. طيب سأعود إليك محمد. لكن أتحول إلى ضيفي من برلين. السيد أكثم سليمان. الكاتب الصحفي في جريدة الأخبار. مرحبا بك سيد أكثم. ما الذي يحدث في ألمانيا؟ يبدو أنها من أكثر دول تضررا أيضا. قطاعات عدة.